أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة والتي ستدخل طرق مصر مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطع وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي أكد مدبولي على مرعاة تنفيذ وفقا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي طبقا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية مما يفتح أفاقا اقتصادية جديدة ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية هذا وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة خاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العادلة التي من بينها الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وطريق القاهرة الإسماعيلية حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أجهزة المنظومة على طريق شبرى بنها الحر وتبهيز غرفتي المراقبة والتحكم